موسيقى موسيقى اثنين سفر سيما فاينل وبعدين في عشر دقايق النتيجة ده غيرت بقى ثلاثة اثنين وكان بالنسبة لنا كلنا كان نوع من أنواع الحزن اللي ما نقدرش الانتساء يعني كمان ده اربعة وسبعين كمان ستة وسبعين في أسيوبيا كان برضو سيما فاينل مصر ونجيريا ممكن من الجوال الحلوة اللي أنا بحبها قوي كان ليجون في نجيريا من الجوال اللي أنا حبيبها جدا وبرضو كنا بنلعب مركز الثالث والرابع وقبل مركز الثالث والرابع كنا بنلعب الجزائر والجزائر مصر الجزائر في القتين كبار جدا مرضو بصر كتمنى اثنين سفر ودي برضو المفارقات العجيبة يعني والمباراة تخرج نهاية ضربة الجزاء آخر برضو عشر دقايقات ضغير وكان ليه برضو جول في الجزائر مقدرش الننسام الجوال الحلو قوي الثالث والرابع نفس الجول في نيجيريا برضو من الأجوال اللي أنا بحبها جدا المباراة البطولة بقى اللي أنا بحقيقة فرح وسعادة ومدرش النساء البطولة في مصر سنة ستة وتمانين والنهائي مع كاميرون وضربات الجزاء وبرضو دي ممكن قبل المباراة وتخلص بربع ساعة كده كان جالي شد في العضلة الخلفية وكملت المباراة بعد المباراة لقيت ما دلش ألعب ضربات الجزاء أساسا لأنه كان طبعا رجلي كانت وقفت خالص وكان في عندي زي نوع من أنواع يعني أعرف لما تحس أن حاجة دم تبير كتير جدا المجلد ده خلفية كلها بتاعتي لكن الفوز بالبطولة سعادة الجماهير المصرية كلها أو الشعب المصري كله خلنا السنة كلنا أي إصابات أو أي حاجة فدي ممكن الحاجات اللي أنا كعلى مستوى الدول الدول يعني أما على مستوى الأفريقي بقى كعندية في حاجات تانية كتير والله أشوف كان زمان وأنا صغير كنت بحب جدا بلي كويس وكنت بحوش من مصروفي وأطلق وأروح مثلا كل أسبوع كان فيه فيلمين كده في السينما أوبرا وفي بينهم ربع ساعة لبلي فأنا بحوش المصروف بتاعي وأروح كل أسبوع أتفرج عن ربع ساعة دي وأمشي فكنت الحقيقة كنت معجب جدا من بلي من الحياة الأفزاز اللي هما مروا في تاريخ الكرة في العالم يعني لا لا تطورت كتير جدا تطورت في كل حاجة الحقيقة تطورت في يمكن المواهب موجودة طول عمرها لكن إمكانيات الكرة نفسها اللبس الملاعب يعني السلوب التشجيع الجمهور لا فيه تطور كبير جدا جدا أهمها البنية التحتية أهمها الأدوات المساعدة لكرة القدم لكن موهبة موجودة موجودة زمان موجودة دلوقتي أي أن كان المواهب مثلا زمان يعني مع الإمكانيات المحدودة لكن تحس أن كان فيه زي ما قلت لك أجيال كبيرة جدا يعني بنكلم عن نيجيريا ولا كاميرون ولا مصر ولا غانا غانا طبعا لعيبة كرة سنغال كوديفور يعني بنكلم على أجيال كبيرة جدا جدا مرت في الكرة كمواهب ما زالت موجودة كويس لكن التطور المالي وتطور الفني الفني في التكنيك مش في الكرة فني في التصوير والإخراج والكاميرات ده أعتقد ده ساعد ساعد اللعبة أنها تبقى شكل يعني أفضل أشوف يعني الحمد لله في استداد كتير يعني لكن في استداد ما ده شنساء لهي أول بطولة أفريقية للنادي الأهلي سنة 82 في كوماسي في غنى مع كتوكو الملعب مش بتكلم برضو إمكانيات في 82 يعني مش إمكانيات الملعب اللي هو حلو أوي لا ملعب العكس الملعب ما كانش يعني كان فيه لسه شطراب فيه نجيلة طبعا وكل حاجة بس ما كانش بالمستوى اللي احنا شافينه دلوقتي دعم أو الإمكانيات للتواجد دلوقتي ولكن مقدار شانس البطولة دي أو اللي احنا كنا في مصر الممبرأة الأولى في مصر وكن نادي الأهلي كان كذبان 3-0 رحنا هناك احنا قلقانين جدا مع أن النتيجة كبيرة يعني لكن القلقانين ليه لأن الممبرأة اللي في مصر ده الممبرأة اللي في مصر دي الممبرأة دي كانت الممبرأة المفروض نتجتها مثلا 8-4 من كتر ما كفرقتين عملوا يعني عملوا جيم كهير لعيبة مستوىهم عالي جدا جدا بتوعكوكو عشانك احنا خلصنا الممبرأة ما كناش فرحانين لأن احنا لسه الممبرأة التاني هناك قلقانين جدا كنا قلقانين طبعا الحمد لله رب العالمين بس كنا في قلق من المستوى اللي احنا شاهدنا في مصر رحنا هناك الملعب اكتر من 90 ألف متفرج في الملعب اجواء اللعب واجواء شون كان ننسى الملعب دوت رئيس الجمهورية نزل بطيرة هليكوبتر كده فوسط الملعب قبل المبارأة على طول الجمهور متحمس جدا جدا من درجة الجمهور قبل المبارأة كمان بليلة كانوا كلهم بيتين حوالي الأجواء ففي أجواء ما ترحل ما تروحش من بالنا يعني أول عشر دقيقة في المبارأة دي داخل فينا جول درجة اللعيبة كلها وقفة يعني مزهولة من الأجواء دي يعني فبتعنا بقى للناس اللي عندها خبرات شواء في الفرقة بتاديت فوق زي اللعيبة الحمد لله من الأجوال اللي أنا يعني سعيت بيها جدا قبل المبارأة بحوالي تلت الساعة يمكن خمس وعشر دقيقة تعديلنا بقول برضو من الجوال اللي أنا يعني بحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها سعيتها تطمنت النكاس حتى زمالي مع درجة أنساء الكرام ده بعد ما جبت الجول زمالي محدش جايلي يعني محدش ولا حكم صفر ولا أنا سمعت ما صفرت الحكم ولا زمالي حد يجي يعني يهنيني يعني أو يهني بعض يعني لقيت كل العيبة ترعت على الكاس الكاس هان في المقصورة فكل العيبة رح تثبت الملعب ورعت الكاس فهو ده كان ساعتها أول كاس أفريقيا ناخده وبالنسبالي كان الملعب ده رغم من هو مسير جدا 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 يعني والحقيقة برضو لدرجة الأمان فيه مش قوي لأن الماتش اللي بعديها برضو كان حصل ناس نزلت ملعبه كان في حصل مشاكل كتيرة لكن ملعب كماسي ما تنسيش وكرة غنى غنى كلها موافق جورية